موسيقى أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف التاني لأعدادي أهلا بيكم في حلقة جديدة لدراسة مادة المعث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا بخصوص الألجبرا وهو operations on negative and non-negative integer powers تعالا بقى نشوف زي نعمل applications وoperations على negative والnon-negative integer powers اللي كنا اتناقشنا فيهم وأخدناهم في الحلقات اللي فاتت وياريت نتابع الحلقات اللي فاتت عشان نبقى مستعدين كويس قوي للحلقة دي ونبقى رابطين التوبيكس ببعضها عشان نقدر نبقى فاهمين المهنة جداعنا بشكل كويس وبشكل متسلسل يلا بينا نبتدي حلقاتنا ونعرف how to operate on negative and non-negative integer powers يلا بينا okay let's start operations on integer powers negative and non-negative integer powers in R R is the set of real numbers is it clear? okay we have studied the order of operation of operating the mathematical operations as follows هنفتكر مع بعض the order of mathematical operations ترتيب the mathematical operations لما يكون عندي في example واحد او expression واحد اكتر من operation تمام؟ what is the order of these operations أخلص ايه قبل ايه؟ عندي multiplication وdivision وsubtraction وaddition وpower وbrackets اخط بالك ايه بقى الorder بتاعهم؟ اخلص ايه قبل ايه؟ ايه الoperation اللي تخلص قبل الثاني تمام؟ بحال نشوف مع بعض ونفتكر الكلام ده سوا number one do the operations inside the parentheses the interior then the exterior ال parentheses اللي هي ال brackets اوكي اوكي then كلام ده بس بنفتكره سوا تمام؟ نعمل refreshing كده تاني step او تاني operation في الترتيب calculate the powers of the numbers او ال indices ال powers او ال exponential نبتدين نشتغلها عليها باول حاجة ال brackets ال parentheses بعد كده ال indices او ال powers وبعدين do the multiplication or the division in order from left to right هنعمل الملتبليكيشن and division from left to right يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ الملتبليكيشن والدفاجن يا شباب what comes first؟ اللي بيجي فيهم في الاول هو اللي بيخلص الاول تمام؟ كده يبقى من left to right اللي قابله في الملتبليكيشن او الدفاجن نخلصه يعني الملتبليكيشن والدفاجن يعتبروا نفس ال order واخدين نفس الترتيب يعني اعمل ايه قابل ايه؟ لا على حسب الترتيب بقى ايه اللي ييجي في ال example الاول اخلصه على طول وهنشوف دلوقتي في ال example بتاعي نفس الكلام بالنسبة ال addition هو هو الملتبليكيشن والدفاجن ازاي؟ لما يكون عندي addition وسبتراكشن بشوف ايه اللي فيهم ييجي الاول فهبتدي يخلصوا في ال example بتاعي تمام؟ تعال نطبق الكلام ده الكلام ده كان عندنا قبل كده كلام قديم مش جديد علينا اخدناها في grade 7 اه السنة اللي فاتت يعني في شغلنا فتعال نشوف هنطبق ازاي ال operations دي وال order of these operations على ال examples بتاعتنا والدرس بتاعنا النهاردة ما اسوم لجزئين ال operations دي والترتيب بتاعهم وال examples اللي ممكن بتيجي عليهم وجزء تاني هنتنجش فيه بعد ده على طول let's complete find the result of each of the following 20 بص معايا هنا بقى بص اه هنا الفكرة ابتدت توضح بالنسبة لنا هنا عندي كزا operation قدام حضراتك 20 divided ادي اول operation فيه divided 12 minus 2 هنا في here هنا في here many operations طيب بنخلص ايه قبل ايه زي ما اتفقنا اول حاجة بنخلصها هي ال bracket بص كده معايا yes بص 20 minus 12 minus 2 multiply 3 power 2 minus 2 yes 20 divided 10 جبنا التن دي ازاي how did we get the 10 12 minus 2 لو انت أخذت بالك اول حاجة خلصناها في المسألة هي ال bracket اه then هنخلص ايه بعد كده yes ال power as you see بص كده معايا parenthesis then the power yes 3 power 2 is what 9 3 power 2 بقيت 9 كده عملنا ايه the powers بالترتيب يا شباب اللي اتفقنا عليه بعد ال powers yes هنعمل division ليه مستو division مش multiplication اتفقنا ان division وال multiplication what comes first اللي بيجي فيهم الاول طيب يبقى 20 divide 10 is 2 multiply 9 minus 2 طيب ايه ال operation اللي بعد كده yes the multiplication multiplication الاول اوكي هنا عملنا division هو يوصد ال operation اللي احنا عملنا هنا عملنا division وبعد كده 2 multiply by 9 is 18 هنا عملنا multiplication yes after the multiplication with the last operation هنعملها اخر operation in 18 minus 2 is 16 is it clear تمام يبقى الoperations والorder بتاعهم بقى واضح بالنسبة لنا brackets powers addition sorry multiplication or division وبعدين addition or subtraction تمام نكمل نبص مع بعض كده square root of 3 all to the power 7 divided 3 times square root of 3 plus 2 square root of 5 multiply 5 square root of 5 to the power negative 1 how can we operate on this طيب الاول هنا شباب بص معي هتلاقي عندك هنا اكتر من base square root of 3 3 2 square root of 5 صح كده these are 4 bases square root of 3 3 and 2 and square root of 5 طيب في اقدر ان انا اعمل simplification ابسط المسألة على نفسي اقدر ان انا احول base منهم لbase تانية yes how can we deal with this how can we operate we can change the 3 number 3 اهو into yes root 3 power 2 تعال نشوف كده شوف تبقى فاهم ال option هنا جيز ازاي شايف 3D هو بس عملنا هنا ان square root of 3 all to the power 2 is 3 هنا ال 3D اهو اتحولت بالشكل ده فبقت square root of 3 all to the power 2 3 بقت square root of 3 all to the power 2 طيب يعني دي دي امستر بقت اصبحت قدامي دلوقتي square root of 3 all power 2 yes times square root of 3 اهو موجودة اهو تمام فبقت ايه بقى الشكل ده كله square root of 3 all power 3 تمام اتمنى نكون فاهمنا الفكرة يس يلا بينا نكمل so it will be يس اللي عايز يعيد اللي احنا عملنا ده نقدر يرجع الفيديو واشتغل عليه تاني يشوفه تاني يشوف ال operation اللي احنا عملناها ازاي بقت 3 root 3 حولناها انها بقت root 3 to the power 3 يلا بينا نكمل so this عشان هنا عندنا square root of 5 اهل وحدها فاتس power is 1 and multiply square root of 5 to the power negative 1 and when we multiply we add powers so it's 1 plus negative 1 is 1 minus 1 طيب هنا and then a division square root of 3 all to the power 7 divide square root of 3 all to the power 3 when we divide we subtract the powers ونرجع مع بعض الحلقة اللي قلنا عليها بتاعت negative and non negative integer powers عشان نقدر نفهم كنا بنعمل operations ده زي 1 and a real number to the power 0 is 1 is it clear except 0 طبعا 2 multiply 1 yes so square root of 3 all to the power 4 is 9 9 plus 2 is 11 and this is the final answer اوكي طيب ده بالنسبة للجزء الاول الخاص بالدرسة بتاعنا ان احنا بنعرف ترتيب الorder بتاع الoperations ونبتدي نoperate للاكزامبل بتاعنا طيب الجزء التاني الاكواجن لو عندي بقى exponential equation يعني exponential equation يعني equation to the power لي power out اوكي powers equation لي powers ده اسمو exponential equation ويعني اي equation and how can we define او determine the equation هنلاقي فيه علامة equal اوكي the sample equal طيب ما عندي equal يبانا كده شغال equation بص معايا هنا نرى مع بعض if a is a real number m and n are two integers and a power m equals a power n where a not equal to zero negative one or one then m equal n ودي بنقول كده عليها بص معايا هنا البيز هنا equal البيز هنا هنا اي وهنا اي وهنا اي طالما البيز equal البيز يبانا البيز ادل البيز ادل البيز automatically بيز equal base so power equal power this is a rule yes for example yes for example تعلم بص كده 3 power n equals to 9 طالما ازاي نخلي البيز هنا equal yes انا ممكن اخلي 9 دي 3 power 2 so 3 power n equals 3 power 2 base equal to base so power equal to power او طالما base equal to base power equal to power it's a rule yes then n equal 2 طبعا طالما base equal to base power equal to power this is how we solve equations our exponential equations تمام كده this is our first rule the second rule if a نقرأ مع بعض if a b are two real numbers m is an integer هنا عندي bases بقت مختلفة خد بالك base هنا اوكي غير base هنا ايه هنا b بس powers هي اللي واحدة تمام powers هي اللي ثبت اوكي متكررة يبقى هنا bases بقى equal في rule اللي فات كان مين اللي equal yes كان bases equal مختلفة طالما base equal to base power equal to power طيب هنا في الحالة دي base not equal to base بس powers equal how can we operate with this so a equal b if m is an odd number او odd number ازاي لو هنا عندي ال-m دي كانت odd number زاي كده بسمع ايه for example n to the power 5 equal 3 to the power 5 ال-n هنا اللي هي power او m sorry اللي هي power هي odd number 5 هو على طول automatic n equal 3 زاي ما انت عايب يبقى لو كان ال-power اللي هو ثابت ده اللي هو متكرر ده كان odd number يبقى base equal to base بس لو كان هنا ال-power ثابت يبقى base equal to base وال-power ده ما له odd number طب لو كان ال-power even يلا بينا a equals positive or negative b هنا يبقى عندي two values a equal positive or negative b if m so n equal positive or negative three اوكي طيب if a not equal to b خلاص ما فيش a و b cannot be equal زي كده مثلا seven power n minus two five power n minus two هنا ال-basis بقى مختلفة خلاص الموضوع منتهي هنا seven وهنا five مش هنقدر نخلي seven five صح كده تمام ال-basis هنا مختلفة طيب يبقى ال-power مالو zero ال-basis مختلفة مفيش unknowns في ال-base ال-base integers او real numbers وما لهمش unknown real numbers وknown معروفين بس ال-powers هي اللي فيها ال-unknown base not equal to base so power equal to zero تمام كده اوكي let's complete تعالوا دلوقتي نشوف فيديو من ال-AQB يوضح لنا الفكرة بشكل اكبر ونقدر نحل من خلال ال-AQB طبعا examples كتير جدا ونستعرض افكار كتيرة جدا ال-AQB او بنك المعرفة المصري Egyptian knowledge bank مفيد جدا ولازم نستفيد منه شباب ومتاح لنا كلنا نقدر نشتغل عليه ونأكد على معلوماتنا من خلال التست وال-examples بتاعة ال-AQB تعالوا نشوف الفيديو مع بعض زي ما احنا شوفنا هنا مع بعض ده فيديو حل في example على powers فهمنا اكتر فكرة ال- powers كمان اقدر عيد الفيديو اكتر من مرة لو انا ما فهمش الفكرة من اول مرة ما فهمش الفكرة من اول مرة اشغلت فيها الفيديو اقدر عيد الفيديو تاني وتالت لحد اما افهم الفكرة واعرف لستابس بتاعتي عشان اقدر اطبقها انا بقى ب-ED وانا بحل ال-examples بتاعتي تمام فال-AQB مفيد جدا يا شباب اتمنى ان احنا نقدر نستفيد منه تعالوا مع بعض هنا نشوف examples اكتر وافكار اكتر and how can we make prove او examples for prove تعالوا نشوف ال-examples دي on the board and meet you there يلا بينا تعالوا نشوف examples اكتر على ال-powers ونشوف ازاي نعمل simplification وprove كمان نبص مع بعض هنا شباب 6 power 2N multiply 2 power 2N over 4 power 2N times 3 power 2N plus 4 equals to 9 to the power negative x so find the value of x تعالوا نشتغل على ال-operation دي والpowers دي ونشوف نقدر نتعامل معها ازاي انا بعمل three steps يا شباب تعالوا نشوف ال-three steps هم ايه بعمل simplifying للنumbers اللي عندي simplifying اوكي then i distribute the powers distribute the powers then add or subtract the powers تمام كده add or subtract powers يبقى هنعمل ايه yes simplify وهنعمل distribute للpowers وبعدين هنعمل add or subtract powers تعالوا نشوف اناعمل كده ازاي اول حاجة هنعمل simplify بوس مع بعض yes six can be simplified or factorized into three multiply two all to the power two n a3 multiply multiply 2d هي six خلاص multiply two power two n هم اصدر ليه خليتها three multiply two عشان لو حضرتك لاحظت البازيس كلها عندك three or two صح كده الفور كمان four d نقدر نخليها two to the power two all to the power two n فاهمين يا شباب يبقى انا بعمل ايه simplifying او factorizing للنumbers وبعد كده هعمل distributing للpower وبعد كده هعمل adding or subtracting للpowers هنشوف واحدة واحدة yes multiply three power two n plus four is it clear simple اوكي طيب يبقى انا هنا عملت ايه المستر هنا عمل ايه معنا yes we did factorize factorize او simplify عملنا simplify for basis for مين البازز بتاعتي البازز اللي عندنا هنا في المسألة طيب بعد كده نقدر نعمل ايه نكمل yes طبعا كل ده equals nine power negative x اهو زي ما احنا كتبين نفس المسألة طيب يلا بينا نعمل distributing للpower نعمل ايه يا شباب distributing للpower this is two n yes we can distribute it ونراجع الحلقة بتاعة الباورز yes this is two n distribute it yes فايبا عندنا هنا الشكل بالمنظر ده equals three power two n multiply two power two n also multiply two power two n over two power four n power الpower بيكون multiplied multiply three power two n plus four يبقى احنا هنا كده عملنا ايه yes we distributed the power distributed sorry الاول negative equal yes this is equal nine x nine power negative x sorry yes we distributed here the power distribute distribute power okay تمام تمام كده شباب يبقى احنا عملنا ايه simplifying and distributing the last step add or subtract the powers يلا بينا نشوف نعمل كده ازاي add or subtract the powers when we multiply we add powers when we divide we subtract the powers so عندنا هنا نمسك الثري البيز بتاعي او البيز هاي قبلنا ثري yes so هنا ثري power two n divided ثري power two n plus four we can write it as او ثري power two n minus two n plus four ليه مستر عملنا كده عشان هما divide فلما بنعمل divided بنعمل subtract the powers تمام yes multiply multiply البيز التاني اللي عندي هو two yes two هنا how many twos do i have yes بص معايا كده this is two multiply two power two n over two power four n يبه نعمل ليه هنا two power two n plus another two n هاهم اتنين فوق ما عمل لهم multiply في النمريتور minus four n ليه minus عشان divide is it clear جميل جد نكمل يلا بينا نعمل ايه زي عملنا اولنا add او subtracting powers يلا بينا simplify two n minus two n خلاص ما بيش موجودة so this is three power negative four ليه negative ما هي positive اهي عشان في هنا negative negative times positive is negative تمام اوكي multiply two power two n plus two n it's four n four n minus four n they cancel each other تمام so this is two power zero طبعا عارفين ان two power zero equal to what one ايه number power zero equal to one so this is equal three power negative four multiply one يعني three power negative four طيب جميل يب لو اخذت بالك هنا انا دلوقتي كل دا equals two cam yes nine power negative x so اقضر اقول او therefore هنا n three power negative four equals nine power negative x am i right طيب هنا ال-base not equal to base طيب can i make them equal yes اقدر اقدر اقول n three power negative four equals nine اقدر احولها اي yes three power two three power two طيب وفي power برا اي negative x صح كده so تعال كده نغير اللون ونكتب هنا so negative four equals negative x multiply by two لي multiply power of power بنعمل multiply so اقدر اقول ان negative two x equals yes negative four تمام كده negative two x two multiply negative x هنا equals negative four base equal to base so power equal to power yes negative negative خلاص cancelled yes اقدر اعمل هنا divided by two so x equals to two and this is the answer x equal to what yes x equals to two تمام okay next example let's complete if three power n equals seven so three power two n equals to what طيب تعال نشوف هنا example ده ونشتغل عليه بشكل بسيط خالص تعال نشوف هنا three power two n d how can we operate on it yes three power two n can be written as three power n or power two من حقي ولا لأ من حقي جدا لأن power two the power multiply صح فأنا خلت three power n all to the power two فهم يا شباب split the powers خلاص كده تعال means three power n d yes three power n is seven so 3 power n substitute 3 power n by seven yes so seven power two is 49 so the answer is what 49 is it clear okay another one if two power x equals to five then eight power x دايما يا شباب هنا بيدي given أشتغل على اللي هو عايز eight to the power x تعال نشوف eight to the power x can be written as yes two to the power three all to the power x ثانية واحدة eight two to the power three d mean two to the power three it's eight طيب عرفنا منين نحن نحول ال-eight ل-two عشان ال-base given عندي two فاهم ده تكنيك للحل تمام يا شباب so eight is two power three وفي power x برا اللي هو دا حفزت عليه تمام جميل جد can I write it into the form of نقدر نكتبها نخليها two power x all to the power three طبعا ليه ليه عشان هنا power of power بنعمل multiply طيب three multiply x هي هي x multiply three صح ولا لا يبقى احنا كده مغيرناش حاجة طيب ليه عملنا كده وليه غيرت الفور يا mister عشان قدر اعمل replacement substitution we remove two power x and put what five yes عشان two power x equals to what five وفي برا power a three so it's one five فهمنا ازاي يا شباب بنقدر نتعامل مع numbers والpowers ونبد ونعمل splitting للpowers ونعمل simplifying للpowers نعمل distributing للpowers and add powers and subtract powers نراجع لحلقات بتاعة الpowers negative ون negative بفاكل قويس جدا عشان الموضوع بسيط وسهل بس التكنيك بتاعته مختلفة وكتيرة فنقدر نعمل عليها كتير بان احنا نراجع لحلقات ونحل اكتر من كده كمان اتمنى نكون استفادنا واشوفكم الحلقات اللي جاية على الف خير